أكدت لجنة أنزهة نيابية أن حسم ملف عقارات دولة يتطلب إجراءات تضامنية وقال عضو لجنة ناب كظم الشمري أن لجنته تطالب هيئة نزهة والقوى السيطرة على عقارات الدولة اتخاذ إجراءات تضامنية لحسم هذا الملف الذي يعده من الملفات المهمة والخطيرة لافتان إلى أن الأحزاب وجهات السياسية وشخصيات المتحصنة بالقانون هي التي تسيطر على تلك العقارات ودع شمري إلى تضامن الحكومة ومجلس النواب وجهات السياسية مع هيئة نزهة حتى تتمكنوا من حصر هذه العقارات واستخدامها ومنع التجاوزات عليها وفرض سلطة القانون